وفي الشأن الأكاديمي أيضاً افتتحت الجامعة الأمريكية في الشارقة مركز الخدمات الموحدة وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين خدماتها لطلبتها وتقديم تجربة جامعية متميزة مع بدء العام الدراسي ها هي الجامعة الأمريكية في الشارقة تفتح أبوابها أمام طلبتها مطلقة خدمة مميزة تتمثل بمركز الخدمات الموحدة وهي خطوة تأتي لتؤكد استمرارية الجامعة في تحسين خدماتها لطلبتها هذا المركز يقدم الخدمات للطلبة وأولياء الأمور فيما يخص حسابات الطلبة السكن الجامعي والمنح الدراسية والخدمات النقل والمواصلات لن يحتاج الطلبة إلى زيارة أكثر من مكتب وأكثر من مبناء لحصول على المعلومات والخدمات تحت مظلة المركز الخدمات الموحدة سوف تكون كل الخدمات متوفرة وخدمات مجانية على طوال السنة المركز يسهل على الطلبة عناء التنقل بين مختلف المباني لإكمال بعض الإجراءات الخاصة بالتسجيل والإقامة فهنا الطالبة ليان أخذت رقم تذكرة بالمعاملة المراد تخليصها وبعد دقائق توجهت للمكتب المخصص لذلك لتشيد هي وأقرانها من الطلبة بهذا المركز قبل ثلاث سنوات السيستم كان أننا ندخل ونروح كذا مكان مختلف بالمبنى فكطالبة جديدة تكون داخل على مكان جديد يلخبط شوي وممكن تحس أنه صعب عليك لكن الآن تدخل مكان واحد بس مرة واضح من اسمه اش هو وتخلص كل أمورك في نفس اللحظة بالمقام الأول تسهيل جميع الطلاب بالمقام الثاني تجعلنا كطلاب نركز بدراستنا بشكل أول نركز بشغلات ثانية غير الشغلات الإدارية فالحمد لله أن هذه المبادرة أجت من الجامعة الأمريكية هذا ويعمل في مركز الخدمات الموحدة أيضا مجموعة من الطرابة الذين يساعدون أقرانهم الجدد بالرد على كافة الاستفسارات وتوجيههم للمكتب المخصص لإنهاء إجراءاتهم لتكون رحلتهم الجامعية بسيطة وسهلة إذن يسهل هذا المركز الذي أطلق مؤخرا العديد من الخدمات للطلبة وأولياء الأمور ليكون مواكبا للعملية التعليمية المميزة التي تتفرد بها الجامعة الأمريكية بالشارقة لأخبار الدار والدي الأصبح الشارقة